بسم الله الرحمن الرحيم عندما تفقد الذرة أو تكتسب إلكترونات تسمى أيون يعني تكون ذرة متعادلة ما عليها شحنة ما عليها سالب موجب تكسب أو تفقد إلكترونات تصير أيون تتأين يعني لما تفقد الذرة الألكترون أو أكثر من الإلكترون تصير موجبه وتسمى كاتيون يسمونها كاتيون إذا صارت موجبه مثلا عندك الليثيوم شوف اللي عليه صار تحت الليثيوم أصلا كان عنده ثلاثة إلكترونات لما حذفنا واحد صار كاتيون اللي هو Li بلس شوف ما بقى عندك إلا إلكترونين بس شوف الصوديون في الأصل عنده 11 إلكترون لما صار Na بلس حذفنا منه إلكترون اللي بقى وشوفهم عندهم هذي له 10 إلكترونات فقط في المجموعة في الجدول الدوري يزيد حجم الكاتيون كل ما اتجهنا لأسفل وفي الدورة يقل حجم الكاتيون كل ما رحنا يمين ليش؟ إذا تعرف ليش ارجع حق نصف القطر الذري لأنه ما رح يفرق وايد اللهم بس حذفنا إلكترون ما رح يفرق وايد عنه شوف نصف القطر الذري في الدرس اللي قبله عندما تكتسب الذرة المتعادلة إلكترونات تصبح سالبة حلو؟ يعني ذرة ما عليها شحنة متشبهة الإلكترونات صارت سالبة يسمونها أنيون يسمونها أنيون في المجموعة الوحدة يزيد حجم الأنيون كل ما رحنا تحت وفي الدورة الأفقية يقل حجم الأنيون كل ما رحنا يمين ليش؟ نفس السبب اللي قبله هم إرجع حق نصف القطر الذري شيء هنا اللي يسوون كاتيونات وهم هذيلة هذيلة يسوون كاتيونات الباجي هذول يسوون أنيونات إذن دائما تقل أنصف الأقطر لكن الكاتيونات بروح والأنيونات بروح يا رب تكونون فهمتوا الدرس البسيط هذا واستفدتوا منه والحمد لله رب العالمين